عبد الرؤوف أحد سكان قرية أكفادو ببلدية دبيلا بولاية وادي سوف مع بداية كل فصل صيف يقوم ليلا رفقة عدد من شباب القرية بممارسة مهنة جد خطيرة تتمثل في جمع العقارب بوسطة الكاشف الضوئي وأدوات بسيطة قصد حماية السكان من لسعاتها السامة جمع العقارب بالنسبة لعبد الرؤوف وأصدقائه مصدر رزق لتأمين مصروفهم اليومي ومهمة إنسانية يسعون من خلالها إلى حماية السكان من لدغات العقارب أي مواطن ينقص مدين معنات سيقول لك نعاون راح يلمد هو وكان يدعم منه عنده قريب ثلثة ألاف أو أربع ألاف عقرب ملقى شون يديرها كلهم ماتوا وراح قلت له من كل الناس تقول لك راي ممكن ناس أخرى تقول لك رم يبيعه ولا رم يدير ونحن أصلا معنا بش نستفيد منه من ناحية المواطن الساعة من لسعة التاحة كأن نسات كأن أرواح راي لاحظ منها العقارب هذه بين خطورة مهنة عبد الرؤوف وحرصه على حماية السكان من لدغات العقارب يطالب هذا الأخير من السلطات المعنية مد يد العول له ودعمه على مواصلة هذا النشاط الخيري والوقائي لحباية المواطنين من لسعات العقارب التي تؤدي إلى هلاك المئات سنويا ترجمة نانسي قنقر